برحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات سين وجيم وعنوان حلقتنا الصليب وغموض القرآن ونشوف السؤال من موقع الإسلام سؤال وجواب بيقول إيه لماذا أضل الله عباده بعدم تعريفه من هو المسلوب لماذا القرآن غامض في وصف قصة الصلب يبقى السؤال بيقول ليه الله أضل عباده بعدم معرفة مين هو المسلوب وليه القرآن غامض في وصفه في الصلب وخلينا نشوف الإجابة بتقول إيه الله عز وجل لم يضل أحد في شأن حقيقة الصليب ولهذا فهو سبحانه وتعالى لم يكلف أحد من أتباع المسيح قبل ما بعث النبي أن يؤمنه بأنه لم يصلب ولم يقضي عز وجل بكفر من آمن بوقوع الصلب بل عذر كل من اشتبه عليه الأمر هم أكثر الناس هنا بيقول إن ربنا ما ضلش حد في شأن حقيقة الصليب فالله ما تكلفش حد من أتباع المسيح أنهم يؤمنوا أنه ما تصلبش وكمان مش بيكفر اللي آمن بصلب المسيح لكن عذر كل ما اشتبه عليه الأمر ودول طبعا الأغلبية يعني الأغلبية آمنت بصلب المسيح بسبب مين؟ كل الناس كانت شايفة على الصليب وقتها المسيح مصلوب والخبر طبعا انتقل بالتواطر عبر الأجيال فالإجابة هنا بتقولك عادي دول مش كفار اللي اعترفوا بصلب المسيح مش كفار علشان عندهم عذرهم ونكمل الإجابة حتى ما بعث النبي ونزل القرآن الكريم صريحا وليس غامضا بقوله وقولهم إن قتلنا المسيح يسى بن مريم رسول الله وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبها لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الزن وما قتلوه يقينا بن رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما صورة النساء 157 و158 يعني الناس قعدت في العالم كله تحطس البنع الكنيس وبتؤمن إن المسيح الصلب وإن ده جوهر العقيدة المسيحية صلب المسيح وفدائه وقيمته وبقى 650 سنة من انتشار المسيحية جي حد في الجزيرة العربية قدع النبوة وقال جملة مبهمة بدون تفاصيل وما قتلوا وما صلبوا إلى آخر الآية يعني الناس كان مضحوك عليها وده أصل السؤال ليه القرآن غامض فاس في قصة الصليب أو الصلب لماذا أضل الله عباده بعدم تعريفه مين هو المسلوب وخلينا نكمل الإجابة يقول الإمام ابن حزم رحمه الله لم ينزم الناس قد قبل وروده القرآن فرض بشيء من ذلك ولا بإقرار ولا بإنكار يعني لحقيقة الصلب وإنما كان خبر لا يقطع العذر ولا يوجب العلم بالضروري ممكن صدق قائله فقد قتل أنبياء كثيرة وممكن أن يقولوا ناقله كذب في ذلك لم ينزل الله عز وجل كتابا قبل القرآن يفرض إقراره بصلب المسيح ولا بإنكاره إنما ألزم الفرض بعد نزول القرآن بتجذيب الخبر بصلبه والكتاب زي ما أنتوا شايفين في الفصل في الملل والأهواء والنحن يبقى ابن حزم قال قبل القرآن ما كانش فيه حد ملزم بإقراره صلب المسيح أو إنكاره وإلا ما أنزلش كتاب قبل القرآن بيفرض إقرار صلب المسيح ولا إنكاره لكن ألزم خبر تجذيب صلب المسيح بعد القرآن طيب ابن حزم ما يعرفش إن فيه كتاب قبل القرآن اسمه الإنجيل وإن الإنجيل أقر بصلب المسيح ومعرفش إن فيه كتاب اسمه العهد الأديم فيه نبوءات عن صلب المسيح وخلينا نكمل الإجابة ويقول شيخ الإسلام بن تامية رحمه الله إذا قيل إن الحواريين أو بعضهم أو كثير من أهل الكتاب أو أكثرهم كانوا يعتقدون أن المسيح نفسه صلو كانوا مخطئين في ذلك ولم يكن هذا الخطأ مما يقضح في إيمانهم بالمسيح إذ آمنوا بما جاء به ولا يوجب لهم النار فإن الأنجيل التي بأيدي أهل الكتاب فيها ذكر صلب المسيح وعندهم إنها مأخوذة من الأربعة مرقص لوقا ويحنى ومتا ولم يكن في الأربعة من شهد صلب المسيح ولا من الحواريين بل ولا في أتباعه من شهد صلبه إنما الذين شهدوا الصلب طائفة من اليهود ابن تامية قال إن الحواريين اللي هما يعني تلاميذ المسيح بيقول بعضهم أو كثير من أهل الكتاب كانوا بيعتقدوا بصلب المسيح هل هما كده مش على الإيمان الصحيح؟ ابن تامية بيقول عادي لو كانوا بيقومون بصلب المسيح ده مش بيقضح في إيمانهم ولا بيدخلهم النار لأن جيل الأربعة ماتوا مرقصه لوقا ويحنى ما حدش فيهم كان شاهد على الصلب ولا أي حد من أتباعه طيب نشوف ابن تامية كيف يدلس عليك كمسلم وطبعا ابن تامية إما ما أراش الإنجيل أو جاهل إما أرى وبيدلس وبيستغل جاهلك أنت كمسلم غير قرأ للإنجيل وأنا هقدم جزء بسيط جدا من الإنجيل على من هم شهود العيان قبل الصلب ووقت المحاكمة وفي أثناء الصلب لأن شهود العيان كثير جدا وأنا هكتفي بس بس مين من تلاميذ المسيح شاهد شهود العيان أثناء القبض على السيد المسيح كانوا كل التلاميذ يقول لنا كده في حنة 18 قال يسوع هذا وخرج مع تلاميذه إلى عبر وادي قدرون حيث كان بستان دخله هو تلاميذه وكان يهوز مسلمه يعرف الموضع لأن يسوع اجتمع هناك كثيرا مع تلاميذه فأخذ يهوز الجند وخداما من عند رؤساء الكهنة والفرسيين وجاء إلى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه وقال لهم من تطلبون أجاب يسوع النصري قال لهم أنا هو وكان يهوز مسلمه أيضا وقفا معهم فلما قال لهم إني أنا هو رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض فسألهم أيضا من تطلبون فقالوا يسوع النصري فأجاب يسوع قد قلت لكم إني أنا هو فإن كنتم تطلبونني فدعوها أولئك يذهبون ليتم القول الذي قاله إن الذين أعطيتني لم أهلك منهم أحد زي ما شفتوا في الإنجيل كل تلاميذ المسيح كانوا وقت الأفض عليه ونكمل نشوف أثناء المحاكمة مين كان من تلاميذ المسيح في لوقة 22 بيقول إيه فأخذوه وساقوه وأدخلوه إلى بيت رئيس الكهنة أما بطرس فتبعه من بعيد ولما أدرموا نارا في وسط الدار وجلسوا معا جلس بطرس بينهم فرأته جارية جالسة عند النار فتفرصت فيه وقالت وهذا كان معه فأنقره وقال قائلا لست أعرفه يا إمرأة وبعد قليل رأاه آخر وقال وأنت منهم فقال بطرس يا إنسان لست أنا ولما مضى نحو ساعة واحدة أكد آخر قائلا بالحق إن هذا أيضا كان معه لأنه جليلي أيضا فقال بطرس يا إنسان لست أعرف ما تقول وفي الحال بينما هو يتكلم صحة ديك فالتفت الرب ونظر إلى بطرس فتذكر بطرس كلام الرب كيف قال له إنك قبل أن يصيح الديك يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات فخرج بطرس إلى خارج وبكى بكاء مر يبقى بطرس وهو من تلميذ المسيح تبع المسيح من بعيد وكان شاهد عيان ولما أنكره لما أنكره المسيح نظر لبطرس وخرج بطرس وبكى بكاء مر خلينا نشوف شهود عيان أستاء الصلاة وكانت واقفة عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة كلوبة ومريم المجدلية فلما رأى يسوع أمه والتلميذة الذي كان يحبه واقفا قال الأم يا إمرأة هو زى ابنك ثم قال للتلميذ هو زى أمك ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خاصته يبقى تحت الصليب كانت واقفة أمه وأريبه ومن ضمن الناس يحنى تلميذ من تلميذ المسيح طيب ليه بقى بيدلسه يقوله أن في الإنجيل مفيش حد من تلميذ المسيح ولا حد من اللي كانوا يعرفوه كان عند الصليب ليه بيدلسه عليك؟ لازم أنت تقرى الإنجيل بنفسك عشان تعرف هل هو بيدلس عليك؟ ولا لأ ونكمل الإجابة فمن الناس من يقول أنهم علموا أن المسلوب غيره وتعمدوا الكذب في أنهم صلبوا وشبها صلبوا على من أخبروهم وهذا قول طائفة من أهل الكتاب أهل الكلام المعتزل وغيرهم وهو قول ابن حزم وغيره ومنهم من يقول بل اشتبه على الذين صلبوا وهذا قول أكثر الناس وراح ذكر سورة النساء 157 شبها للناس الذين أخبرهم ولأك بصلب الجمهور يقول بل شبها للذين يقولون صلبوا وطبعا هنا يا جماعة يعني بيقول المعتزل المعتزل هدول بعد ما ظهر الإسلام في الكارن الثاني الهجري أصلا أنا مش عارفة إيه لي جاب سورة المعتزل أصلا في الموضوع وأنا بطالب يعني باسم إنسان واحد بس قال إن المسيح ما تصلبش لمدة 650 سنة كل الكنائس حتى السلبان فوق الكنيسة وتلاميذ المسيح اللي هم بيسموهم الحواريين ماتوا مستشهدين من أجل تبشرهم بفداء المسيح مين اللي مصلحته ينفي هذا الحدث العظيم وهو ياخدك معاه للجحيم مين تفتكر مين فكر لأن لو الله فعلا عمل موضوع الشبيه ده أنت كده يعني بتوجه إساء للإله أنه مش عارف المستقبل وأن الناس كتير هتضل وأنه يكون هو سبب الضلالة وأنك لما تؤمن بصلب المسيح وفدائه ده يعني هنقذك من جحيم وخلينا نكمل إيه للجابة وبهذا تعلم أن قضية صلب المسيح لم تكن يوما اختبارا وامتحانا للتميز بين المؤمنين والكافرين كما لم تكن مناطا للحكم بالهدى أو بالضلال إلى آخر الكلام يبقى هو اللي بيقول لك هنا إيه أن قضية صلب المسيح دي ما كانتش امتحان ولا اختبار أنها تبين المؤمن من الكافر ولا اللي مهدي من اللي هو في الضلالة والقبل ما بعث الرسول يعني كل يعني مش مهم قبل ما بعث الرسول أنت مش هيقول لك أنت كافر ولا ضل لكن بعد ما بعث لازم أنت تؤمن أنه ما كانش المسيح فأنت كده بيعمل لك إيه؟ بيعمل لك عملية تخدير لأن صلب العقيدة المسيحية هي موت وأقيمة المسيح وأنه هو الفداء والكفارة وإنت عليك حكم الموت اللي هو الجحيم لأن حكم الخاطئة حكمه إيه؟ الجحيم الخطيئة الموت قدامها الموت فالمسيح دفع دمه ده كفارة من أجلك ومن أجل عالم كله فمن مصلحة مين يقول لك أن المسيح ما تصلبش ومن مصلحة مين اللي يخليك تبقى يعني الله يضل العالم لمدة 650 سنة مش لـ 650 سنة إلى الآن كمان يبقى المازال السؤال قائم لماذا القرآن غامض في وصف قصة الصلب وألتقي بكم في الحلقة القادمة من سين وجيم ترجمة نانسي قنقر